لأن الوردة الأحمراء يعتبر رمزاً للمحبة والسلام فقد قامت مجموعتهم من الأطفال السوريين في مدينة غازي عنتاب بتوزيع خمسة آلاف وردة حمراءة على أمهات تركيات بمناسبة يوم الأم التركي تحت شعار من أطفال سوريا إلى أمهات تركيا وكعربون محبة من السوريين إلى الشعب التركي الذي ساندهم في محنتهم نحن اليوم حبينا نوزع الورود الحمراء للأمهات التركيات مدام أنهم قدموا كثير لألنا ونحن الشعب التركي كثير قدمنا لألنا وكمان فتحنا أبوابه الواسعة يعني غير كل البلاد معظم البلاد ما دخلت السوريين أكتر الشي دخلتها تركيا ونحن بنشكر كثير الشعب التركي علي اللي عملنا الفعالية بدأت حوالي الساعة الحادية عشرة وانتهت بعد توزيع الورود في عدة مناطق داخل عنتاب وشارك فيها عشرات الأطفال السوريين عيد الأم التركية والذي يحتفل به يوم الأحد الثاني من شهر أيار مايو كل عام بعد احتفال العالم بيوم الأم في الحادي والعشرين من شهر آذار وعبر المشرفون على الحملة أن تركيا قيادة وشعبا وقفت مع الشعب السوري وعملته معاملة الأخوة وأن الحملة جاءت ردا على هذا الفعل الراقي هي الحملة اسمها حملة من أطفال سورية إلى أمهات تركية بمناسبة عيد الأم التركي هي الحملة طلعت فكرتها من مجموعة طلاب لحتى يتشكروا الحكومة التركية والشعب التركي ويستضافون للسوريين تقديم لإلون التسهيلات والخدمات لكافة السوريين وتدأب العديد من المؤسسات السورية والتركية على إقامة النشاطات المشتركة من أجل رفع معنويات السوريين خارج بلدهم الأطفال السوريون والذين حرم بعضهم من حنان الأم أو حرم جزءا من طفولته تجول بالطرقات حاملا للورود ليعبر عن مشاعره تجاه الأم التركية والتي ربما تغنيه ولو معنويا عن وطنه الأم والذي حرم منه لا لشيء سوى الحرية